لا تقفوا للكوارث التي جرها الاحتلال الأمريكي والحكومات التي خلفها في العراق عند حد فلا يوجد ميدان من ميادين الحياة إلا وقد حل فيه الخراب والدمار ولم تسلم شريحة من شرائح المجتمع من الاكتواء بلظة الفشل السياسي والفساد الإداري والفوضة الأمنية وغياب القانون المرصد العراقي لضحايا التجار بالبشر كشف في تقرير فصلي عن موجود نحو 15 تشبكة للاتجار بالبشر تعمل في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وأوضح مدير المرصد حسن الشنون أنه خلال الأشهر الأخيرة تم ضبط شبكات لاستدراج النساء واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في التسول بالتقاطعات والأسواق فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية ووفقا للمعلومات التي بيّنها الشنون فإن الفتيات دون السن القانونية يمثل نصف الضحايا مشيرا إلى أن معظم جرائم للتجار بالبشر كانت تتم من خلال صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي حيث تستغل تلك الشبكات العوز المادي للضحايا وتنقلهم من بغداد إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة كما أكد وجود شبكتي التجارة بالبشر تعملان على إدخال العمالة الأجنبية من أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلاديش إلى كردستان العراق ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية مضيفا أنه تم تسجيل حالات تعنيف ضد أفراد هذه العمالة من قبل مكاتب بعض السياسيين فضلا عن سلب حقوقهم المالية وفات المرصد بأن محافظتي أربيل والسليمانية شهدتا تورد أربع شبكات التجارة بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلا وتبين فيما بعد أن العاملين ضمن هذه الشبكات هم في الأصل سماسر لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء أما في محافظة البصرة جنوبية العراق فقد تم توثيق عمل أربع شبكات تستغل كبار السن وذوي الإعاقة للتسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا إزاء كل هذه المشاهد المأساوية يبقى الدور الحكومي غائبا للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها على الرغم من وجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر برغم 28 لسنة 2012 والذي يبقى كحال الكثير من القوانين الأخرى التي سنت في عراق ما بعد الاحتلال مجرد حبر على ورقه